اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل حوارنا الرئيسي النهاردة في اخر النهار حوار من العيار الثقيل وعشان انا بكرا معتذر لحضراتكم عشان اتضار في العائلة اللي عندي قلتلكم عليه فحعوضكم بهدية حلوة دلوقتي الحوار اللي حالكم دايما بتنتظروا علشان مش بس نستفيد لا كمان نفهم اشتاز دكتور اللواء سمير فرج بشرف ومنور اخر النهار اهلا وسهلا دكتور موضوع طول والناس بتاعت تقلق موضوع الازمة الدولية تحت عنوان روسيا اوكرانيا طول قوي والناس بتاعت تقلق مش بس تقلق من الحرب ومن الضحايا لا الاوضاع بقت صعبة والازمة الاقتصادية بتخنق وكل دول العالم وكل شعوب العالم بتدفع التمن مش بس اطراف الحرب فاولا حركة دي لنا برضو التمهيد المسبق عشان اللي ما شافش ابلي كده معانا يبقى متابع وارجوك قلنا الموضوع ده حيطول لحد ابدا تماما نبدأ نقول الاول ان الحرب دي احنا بنصنفها انها حرب محدودة تقليدية محدودة عن ايه بين دولتين لروسيا واوكرانيا تقليدية انها مش نووي انها اسلاحة تقليدية فرغم انها حرب محدودة انما عالمية التأثير قلبة العالم كله لم يحدث في التاريخ حتى الحرب العالمية اولة او التانية اه في دول ما كانتش عارفة ايه دا بيحصل صح لكن المرة دي الكبير والصغير اتأذى من حرب دي فعشان كده رغم انها حرب محدودة انما عالمية التأثير ما فيش دولة في العالم لم تتأثر ولا يتفرج عن الوقت يقول لكم انه ما كانتش محدودة كان حصل كان حصل صحيح فبالتالي بقى نشوف الاول كده ونعرف مع الناس عشان تفهم معنا احنا الحرب بدأت الزر فضل نشوف اول خريطة معنا اللي هي خريطة بتقول لنا ادي اوكرانيا بالاصفر وادي روسيا بالاحمر الدولتين دون كانوا قبل كده بيتبعوا الاتحاد السوفيت القديم اتحاد السوفيت تتفكك اوكرانيا بقى الدولة مستقلة وبدأ التميد للغرب روسيا زي ما هي هي بتقود العالم الادين بتاعها حنلاقي تحت شبه جزيرة القرب وعليها دايرة سودا دي كانت اصلا تابع روسيا ايام خريط شوف اداها هدية الاوكرانيا لكن 2014 بوتين قال اغلادن عايزها ودخل خدها بالقوة وبالتالي العالم الغربي فرض عرية عقوبات صح فوق عندنا حتتين متهشرين حنلاقيها لوجينسيك ودونتسك دولت جمهوريتين انفصلوا عن اوكرانيا دولة اللي في بداية الازمة اعلانوا استقلالهم اعلانوا استقلالهم وروسيا اعترفت دي ونعم اعترف بهم والروسيا صح الفترة اللي فاتت قبل 24 فبراير حصل ان اوكرانيا بدأت تعلق انها هتخش حلف الناتو صح روسيا قالك لا يمكن اقبل على حدود حلف الناتو وهو بيعتبر ان حلف الناتو معادي معادي حييجي على حدوده صح فما حدش بيقبل اه هي تبقى دولة زماهية اهلا وسهلا لكن اجيب سواريخ وقوات حلف الناتو هنا لا تقبل واعدت العملية طويلة شوية ما حدش سلقتلنا ان ده اعادة للتاريخ لموضوع خليج الخلازين بتاع كوبا بتاع كوبا اجمال سوريخ كوبا سنة 62 اتنين وستين صح مصبو بعد كده بقى روسيا حشدت قوتها وقاعدت تقول انا لو عملتش كده مش حقبل يا اوكرانيا لازم تبقي دولة اه محايدة وتعلني عدم ان كنت تتخش فيه تحالفات تحالفات ما زمعتش الكلام فوجئنا يوم 24 فبراير روسيا هجمت على اوكرانيا اربع اتجاهات اتجاه الاولى من تحت من شبه جزيرة القرب اه وداخل على مليوبول على خرسون الانتجاه التاني على الدولة على الجمهوريتين لغانسك ودونسك اه الانتجاه التالت على خاركيف خاركيف اتجاه الرابع في اتجاه كيف العصمة تمام وشارنوبيل حلو تمام الحدث العملية دي بقى انه فيها 100 يوم تقريبا لحد اول امبارح صح 100 يوم هنشوف الصورة التانية بقى القوات الروسية وصلت فين عشان نبدأ نعرف قوات الروسية وصلت خدت كل شرق اوكرانيا تمام والنهاردة طبعا اللي هو بالاصفر بالاصفر ده كله ده الروس خدوها من يعني الحد الصفرة دي دي كانت اوكرانيا اوكرانيا وتحت السيادة الروسية وتحدث النهاردة روسيا خدت كل الكلام كويس بانا 100 يوم بنقاتل في هذا الموضوع في البداية قاعد يقولوا الله روسيا مش قادرة لا النهاردة بعد 100 يوم وانبارح زانيسكي اللي هو الرئيس اوكرانيا قال احنا فقدنا 20% من ارضنا اذا بعد 100 يوم قتال روسيا استولت على 20% خمس الارض الارض الاكرامية عشان ما حدش يقول بقى ده الفشل وده بما نقول لا حققه وبرضو عايزين نفهم السادة المشاهدين احنا كعسكرين الجيش التقليدي اسوأ قتال عنده قتال المدن تخيل بقى القاهرة دي نفس تيجم تيجم من شارع لشارع وعندنا ابسط مثال يوم 24 اكتوبر 73 اسرائيل حاول تقتحم السويس 40 من المقاومة الشعبية بالاربيجيهات صح وفضرت والعدوان السلاسي على برسعيد كلها تبقى محاولات فشلة محاولات فشلة ولكن النهاردة اوكرانيا فعلا خسرت 20% ده طبعا غير البنية التحتية بقى والدمار لا الجيش كله طبعا في اول عشر تيام روسيا دمرت البنية العسكرية التحتية بالكامل جميع المطرات العسكرية كوات الجوية الدفاع الجوية الرادارات مركز القيادة التجمير كله فعشان كده روسيا اوكرانيا لجت ليه حرب المدن اللي حرب الشوارع اللي هي صعبة على جأي جيش بدا طب اللي حصل ايه بقى اللي فاتت برضو لازم نبعارفين الحرب طالت ليه امريكا لها هدف تطول زمن الحرب عشان تستنزف روسيا لان الحرب اكتر حاجة بتاكل اقتصاد الدولة فبالتالي كل ما روسيا يوم بتحارب اكتر بتستنزف اقتصادها اكتر امريكا مبسوطة ومن هنا امريكا بدأت تدي الناس دول ايه اسلحة بسيطة اوكرانيا بدأت تدي اوكرانيا اسلحة اربجات مش عارف دفاع جوي ستة كيلو اربعة كيلو اللي هي تخليها تفضل تفرفر بس لكن ما نقدرش تتعمل حاجة لان فيه عندنا اما اسلحة جومية اه يا اسلحة دفاعية تمام والمناسبة برضو نحتي حتة بقى السادات الله يرحمه اللي هو الناس تقولك ده بطل الحرب والسلام لو قرار الحرب وقرار السلام يا تامر السادات اتخذ قرار عظيم تالت يوم ما طرد الخبر الروس من مصر صدقني لو الروس دول قعد وكانوا قالوا هما اللي حاربوا طب هو طرد الخبر الروس ليه هنا بقى عشان نربط ده لان روسيا ما كاش عاجة تدينا سلاح حجوم سلاح دفاعي تمام عشان نفضل كده ونفضل محتاجين فيها صح فاللي انا عايز اقوله ايه مفيش ده كل واحد يبحث على مصلحة وده اللي حصل مع اوكرانيا اديهم اسلحة ايه دفاعية اخيرا اول امبرح امريكا راحت مدي يوم الساروخية هي مارس وطبعا برضو انجلترا راحت مدي يهم السواريخ الجديدة 270 وشوف بقى برضو عشان الجبروت بتاع امريكا قلت لهم المدى بتاع السواريخ دي 70 كيلو ولكن حزاري انكم تضربوا عمق روسيا حزاري ايوة حزاري واضح كده جبايدون الاسبوع اللي فات قال لهم حديكوا هزي السواريخ ولكن لا تضربوا عمق روسيا عشان كده بوتين امبارح قال ما هو بقى لأول مرة بقى عندهم سواريخ جديدة هتطول العمق روسيا قال اذا ضربتوا عمق روسيا فانا هدمر بقى مبنى الحكومة بتاع اللي في كيف هدمر وزارة الدفاع هدمر المحطات سك الحديد مطار كيف الموضوع لو حصل كده حيب اللي هو سياسة الارض المحروقة بقى داخل البنية التحتية المدنية فبالتالي المضوع هيكبر ولكن طبعا هنقول ايه بقى مفيش سلاحة زيادة كده حاجة يضرب بكرة لا ده عايز الناس تضرب عليه والنهارده النهارده نيوزويك بدأت بقى تقطع شوية في اوكرانيا كتبت الاوكرانيين مش عايزين يستوعبوا الاسلحة بتاعتنا اللي هي الامريكية المتقدمة وكتبت نيوزويك النهارده وحتى يعني عملنا كذا مداخلة في محطة عربية ان حتى الجنود الاوكرانيين مش عارفين انجليزي فبياخدوا الكتاب بتاع السلاح يستخدمه ازاي يترجموا على الانترنت الى اللغة بتاعته ويبدأوا يستخدمه فطبعا برضو كل الناس تكلم ده يخدوا اسلحة جديدة لا السلاحة جديدة عشان يرجع ينزل قدامه شحر كويس تمام كويس فده بالنسبة ليه السريع خش بقى على المشاكل الاقتصادية اللي عملتها طيب هنا هنا وقفة بناءا على انه حضرتك قلت نوعد زمني وهو فكرة مرور ميت يوم على الحرب ميت يوم او اكتر قليلا انا عم نكلم ان احنا في الشهر الرابع دلوقتي للحرب اللي شنتها روسيا على اوكرانيا السؤال اللي بيدور في ذهن مش بس المصريين كل العالم من وجه طبعا لا يعلمه الا الله لكن في النهاية رؤية حضرتك تحليلا الحرب دي ممكن يكون بوتين في دماغه انه حينيها امتى هل فيه اتنين سيناريوهات بيقول انه لا كفاية او ما تم خصوصا زي ما حاجت افضلت انه اي حرب بتستنزف اقتصاد الدولة اللي بتحارب وفيه السيناريو التاني اللي بيقولك لا روسيا تبقى شطرة لو في عرفت تستمر الحرب لحد ما تجرجر اوروبا والغرب اللي بداية الشتاء اللي ساعتها حيبقوا فيه عز الاحتياج للغز والطاقة الروسية تمام الكلام ده طبعا هي سيناريوهات محدود السيناريو الاولاني ما عليش هنرجع لللوحة اللي فيها روسيا احتلت بالاصفر اللي هي الوضع الحالي للقوات الروسية في اوكرانيا اللي هي التالتة التالتة اللوحة اللي فيها القوات الروسية باللون الاصفر وواخد اهانة دي بص يا تامر ده طبعا تحليلنا ايه هم خدوا دلوقتي الجزء ده كله وماريو بول اللي هي اخدت اكتر عملية قتال الفترة اللي فاتت مدينة ماريو بول واستولوا كده وسيطروا على بحر الازوف الفترة اللي جاية في تقديري قدامهم اوديسا اوديسا هي بلون الاصفر اللي فوق لا لا تحت تحت يا فد اللي بلون الازرق اللي بازرق على امتداد اللي على البحر اللي على البحر لو خدوا اوديسا هنا بقى بوتين يقول لهم شكرا انا حوقف وتعالوا نتفاهم ليه هيبقى اوكرانيا اتحرمت من البحر ازوف والبحر الاسود ولن تصبح لها اي مجمينة عالشواطق كده تبقى اتطوقت اتطوقت ومعندهاش هتصدر منين ولا هتطلع منين صح فهي دي طبعا هناك البعض الاخر انبدأ ازلزينكي قال انها هتبدأ تخش في تجاه نص اوكرانيا انا بقول لقى هي اوديسا لو خدتها وهنا بقى تقع الحتة الصفرة اللي من تحت دي اللي من تحت دي اه لو كمت اوديسا مجينة اوديسا اللي بالازرق دي عالباحة الاسود يبقى انا اخدنا البحرين يبقى اوكرانيا ما عندهاش مكان لا تصدر ولا تستورد واطنان الامح ملايين الاطنان اللي موجودة مش هتبقى تطلحها كده ما عندهاش غير حدود البريه مع بولندا وطبعا تقنقل في اوتراته وبتاعه وكانوا بيحسيبهم برح لقوا انها عملية مكلفة جدا مكلفة جدا طبعا فلو حصل ان هو خد اوديسا وانا مديها شهر شهر ونص كويس اه لو خد اوديسا بوتين برضو اه هيوقف لانه مش عايز يطول القتال هو عارف ان امريكا عايزة تستنزفه وعايزة تطول حرب بتاخد فلوس كتيرة طبعا كتيرة طبعا فبالتالي هياخد اوديسا ويقولك اه تعالوا نتفهم النهاردة سلزينجي اللي هو رئيس اوكرانيا قال انا عايزة اعود مع بوتين النهاردة صح لان طبعا الامور بدأت تسوق مصبور فبالتالي انا بعتقد شهر ونص لو وعد اوديسا ممكن يبقى فيه هيبدأ هو بوتين يقولهم تعالوا نعود مش عايزين نكمل وطبعا لا او مش عايز يكمل لان وبدأ النهاردة يقول يعني انتو عايزين مصطلحكم اللي نحنشوف الغاز عاملوا ايه ده كل واحد عايز يعيش انتو هعود عشانك طيب لما نشوف الملف الاقتصادي خلاص هنفهم اه نخش بقى على كده الحرب دي عامت مشاكل الاقتصادية للعالم كله اربع مشاكل خلاص اربع مشاكل نشوف اللوحة اللي قدامنا اه اول حاجة ارتفع اسعار النفط والغاز مصبوط ده في العالم كله خد بالك امريكا قبل اربع عشرين فبراير كان الجالون البنزير الجالون هناك اربع لتر مصبوط ما بيمشوش عندنا بالليتر بالليتر اربع لتر الجالون كان اه دولار بوينت سبعة يعني دولار وسبعين سنت يعني زي جنيه وسبعين قرش عندنا بزا مثلا دي النهاردة الجالون اربع دولار وثلاتين سنت يعني هربية شوفت قدي وذلك بوتين عايز الاسبوع الجاي يخفض الضرائب على على البنزين يعني عشان تتخفض الضرب تلاتة تلاتة وطبعا النهاردة دي انا مليش دعوة باوكرانيا المواطن الامريكي انا بدفع الدولار عشان انا لسه صديق ليه في المانيا بيقول لي انه اللتر بسه في المانيا بالليتر طلع عندهم من يورو وسبعين الى اتنين يورو وسبعين يعني تقريبا الدبل برضه المانيا عمل حرجة حلوة اوام بار عشان حافيدي هناك بيحكي لي ايه بقى ادوا التذكرة في الشهر بتسعة يورو تذكرة تركب الاندر جراون المترو وتركب القطر جميع الاطرات جميع الاندر جراون عشان ايه عشان ما تركبش العربية عشان ما تسترفش بنزين وطبعا حتى تطلعوها في البتاعة ده وحنا عاديين بالصدفة لانها طلعت في سينين التذكرة تسعة يورو كل تركب كل حاجة تذكرة موحدة اي وسينة لعام نا العام فانت هتنزل من بيتك تعرف المانيا كل محطة قطر فيها تنزل تركب المحطة القطر توصل للمدينة تخش اندر جراون تب تركبها عربية ليه كل ده تحت بان انه عايز يوفر البنزين للدمر يا خبرة بيض تخيل وصلنا لإيه وحليس هنشوف بقى الوقت البلاوي حافيديك برضو في المانيا قالك على قزمة الزيت ده الزيت انا مش عايز اتحكي ده مك الزيت ولا المخدرات ده جاوه وانا كان هنا في اجازة الاستن فبيقول انا هاخد ازازة قلت له ازازة من مصر تودي المانيا قال لي مفيش ده مدونا ازازة في الاسبوع قلت له تاخد من المانيا هتاخد من المانيا وفعلا الدنيا عشان كده بقال لك ازازة في الاسبوع اه ازازة في الاسبوع فبص المشاكل اول حاجة نرجع بس للوحة لو سمحتو ارتفاع اسعار النفط والغاز نقص الموارد والحبوب اللي هي القمح والزرع تمام الزيت اللي انت بتقول عليه ايه اخر حاجة الاسمدة الاسمدة النهاردة لان اوكرانيا من اكتر الدول اللي بتحط الاسمدة في العالم فبالتالي العالم فيه شورتش في الاسمدة خش بقى على الغاز مشكلة المشاكل طبعا الصورة اللي جاية يعني يا تامر بتقول لنا مين اللي بيطلع غاز في العالم روسيا وشوف الخط بتاعها انا مش هقول ارقام وانها ماتين واربعين مليار ومش عايز يدخل المواطفة بص روسيا النهاردة شايفي الخط بتاعها شاريخ لحد فين اه ملوش اخر ملوش اخر في العالم بسم الله وراها ايه امريكا تمام يعني تعريبا للنص النص وراها ان عندك قطر ان رويك استراليا الجزاء النرجع حل فشوف النهاردة وبعدين بقى ايه الخط الاسود اللي في روسيا ده خطوط الانبيب نخبانا ندي مهمة جدا اللي بالاسود ده روسيا بتطلعه انابيب حل غاز والباقي غاز مسال تمام خلاص فعشان كده النهاردة مشكلة الخط الانبيب كتير قوي شوف الصورة التانية بقى هتعملك هزة شوف كل الخطوط الاسود دي عبارة عن خطوط انابيب الغاز اللي جاية من سايبيريا ومن روسيا وداخلها على المانيا وعلى بولندا وعلى اللي تشيك وعلى رومانيا كل اوروبا دي تحس انها دي الشرايين الشرايين اللي بتعيش اللي بتغزي اللي بتغزي اوروبا اربعين في المية من الغاز الروسي بيطلع الى اوروبا زي ما انت شايف كده كل اوروبا النهاردة بتاخد الغاز بتاعها منين من روسيا نشوف بقى امكان خط تفصيل شوية روسيا السنة كانت عايشة على نوردستريم واحد السنتين اللي فاتوا عملت نوردستريم 2 وده بقى خط اوسع بالزبط بيطلع من روسيا الى المانيا اتكلف كام يا تامر 10 مليار يورو خمسة دفعتهم روسيا وخمسة دفعتهم الشركات الالمانية ده بس الالمانيا وماشي فين في بحر البلطيك عشان ما يقشش هنا ولا هنا وبيدن المانيا ومن المانيا تبدأ هي تدي اللي بقيت اوروبا فالخط ده النهاردة امريكا عامت عامت اي مشكلة عشان ما لقى وما تكملوش وبتاع انها ما اشتغل لانها عاملو ايه الناس دي الدنيا توقف صح خط تاني انا بس بتكلم عشان تشوفوا المشكلة ايه لالناس مش حاسة خط التاني خط السيل او السيل التركي وده مشروع برضو روسيا عاملاه ويخش في البحر الاسود عشان تبتعد انا اي حد صح ومن اوروبا داخل الخط طبع عشان كده هتلاقي في بعض الاحيان اه تركيا بتططة بعد روسيا مش عارسة تخسارها لان الخط ده بيجيب لها فلوس طبع 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 احنا بقى عندنا في مصر عندنا حكين اللوحة التانية عندنا مصر وبعدين بتخش على اسرائيل وده الخط القديم اللي احنا شغالين به كنا بنطلع غاز لاسرائيل كنا بنصدر الله لحد 2011 مصبوط قبل ما اسرائيل تطلع غاز وكان فيه بقى اذن خط تاني بينزل عند الى التحت ده كان بيطلع للاردن صح وكانت الاردن عندها محطة كهربا بتتغذى بالغاز المصري مصبوط يبقى اذن احنا كنا بنطلع الغاز المصري من هنا لاسرائيل وللاردن النهاردة اسرائيل عندها غاز وجابت وبتكفي نفسها وبتصدر ثم تستغل الخط القديم اللي كنا بنصدر لهم بيبعثوا الغاز بتاعهم يرجع ويخش مصري تاني ويتعملوا اسالة ونصدروا وهنتكلم عليها بعد كده في خط عربي جديد اللي هو الخط العربي غير خط الغاز العربي وده بيطلع من من الاردن على دمش هيخش على لبنان وهيكمل لحد سوريا الخط ده في اجزاء اتعملت واجزاء ما اتعملش ده لسه هنشوفه تاني في اللوحة اللي بعد كده خط الغاز العربي اللي يطلع من مصر خش على اه الاردن وبعدين يخش على سوريا ولبنان تمام احنا بقى في مصر عملنا ايه فترة اللي فاتت احنا طلع لنا غاز والغاز الحمد لله احنا اتكلم بعد كده وصلنا ايه والنسل نهارده اوروبا كلها بداختوا بود مصر وجو بايدن عايزين الغاز المصري فققنا الفترة اللي فاتت بدينا نعمل اقتراح ان احنا نعمل خط غاز يطلع هنشوف اللوحة التانية من دنيات اه تمام على ابروس على اليونان على اوروبا الخط ده موسير لان لازم يبقى عارفين ان الموسير اهدى وارخص طبعا تمام موسير تحت المية في البحر المطرس تحت المية وحتطلع وبدأ خط الغاز المقترح تمام اسرائيل غرت مننا بدت هي كمان تخطط لخط تاني فهنلاقي ان اسرائيل بتعمل على خط انابيب غاز شرق المتوسط ودي اه 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 صورة الخط اللي هي عاملها ولكن الخط ده هيكلف سبعة مليار يورو دولار ايه وحيقض سبعة سنين لكن اسرائيل حتى الان مش هتننفذه لان هل الغاز اللي عندها يستحمل تعمل خط ولا تستمر الغاز بتاع هيجي عندنا فلسه في اطار الدراسة في اطار الدراسة وما اعتقدش ان اسرائيل هتنجح لان حتى لو اسرائيل عملته محدش هيديها احنا هناخد الغاز بتاعنا وبناخد هنا اترجعوا عندنا نسينوا ونصدروا اه غزة عندها خط هتدهن فخلصت ساعة نتديهم ليه هتدهم ليه فبالتالي الامور ماشية عملنا حاجة الفترة اللي فاتت وهو منتدى غاز المتوسط او بتاع الغاز بتاع مصر مصر عشان بس الناس تبع عارفة ومطمنة ان مصر ماشية بسياسة محترمة وقوة كلنا غاز المتوسط سبع دول مصر والاوردور فلسطين اسرائيل ايطاليا اوبرس واليونان سبع دول دول وبرئاسة هذا المنتدى برئاسة مين مصر وانا بسميه الاوبك الغاز بتاع الشرق طبعا فرنسا امريكا عايزة تخش واحد يسأل فرنسا ليه دي ما دي ما بتنتجش غاز انما هي مستهلك اما ييجي بقى الاوبك ده بتاع مصر ويغل الغاز فرنسا تخش لك لا اهدى بالله طيب امريكا لانا امريكا تاني قوة انتاج غاز في العالم وعشان امريكا بتحط بالغالة في اي حاجة مش بحتاج فلكن حتى الان مصر تقيلة ما دخلتهم نيجي بقى نتكلم على نوع الغاز يا عمر يا تابر الغاز بيطلع في نوعين يهي ما قلنا بقى نبيب ودي اللي احنا شفناها اي انما قطر مثلا النهاردة ما بتطلعش الانابيب لحد مصبور فبتصدر الغاز ازاي المسال الغاز يتمر انه حجمه كبير لما تيجي تصدره بيبقى كبير ما ينفعش فبتقوم مسيله تضغطه وتعمله سائل ال ان جي لكويد نانشورل جاز كويس فالوقت معظم الدول اللي ما عنداش خطوط الانابيب بتاخد الغاز ده تسيله في محطات اسالة وتحطه في مراكب عشان كده نشوف الصورة دي الصورة دي دي محطات الاسالة ودي المراكب اللي بتشيل الغاز بعد ما بقى برضو عايزين نقول ان مصر عندنا محطة بس الارخص انه يمشي الانابيب بقى لانك انت بتاخد ده بتعمله الانجي وتركيب اسالة وبعد مراكب يروح البلد التانية تحول بالاسالة الى غاز اللي هو ريجز تفاهمني المحطات الاسالة دي عندنا اتنين وإحنا البلد الوحيدة في المنطقة إحنا والجزائر اللي عندنا محطات اسالة ودي اتعاملت ايام سامح افهمي وبرضو عايزين نقف هنا واقفة ايام اتعاملت الدنيا هاجد ما عرفش التفاكر اقول لا ويدهم يات وعملوا احتجاجات واقفوا ما يدخلوش العربيات وتلوث يا عم اهدى بالله لولا المحطتين دول النهاردة ما كناش هنبقى احنا الهب او المركز الرئيسي للغاز في المنطقة فبرضو عايزين نقول يا تامر ان كل حاجة خد بالك برضو هي القصة انه كان موضوع سابق لقوان وساعتها على موضوع الوعي كان لازم يبقى في حملة وعي للناس انه لا مفيش اشعاعات ولا في تلوثات ولا في كذا ده المصلحتنا وبنام من كذا القدام وبرضو حاجة تانية ان البنية الاساسية يا جماعة مش لازم هنكسبها دلوقتي يعني ايام سامح فعامي عمالها 2010 اقولك مصرفته ده ايه هنكسب منه ايه دلوقتي ايوة شوف النهاردة احنا 2022 هي اللي خلتنا عنقزتنا وحنبقى احنا مركز الغاز في المتواصل والنجو بعد نقول عايزين الغاز بتاع مصر طيب نشوف الغاز المسال في العالم معلش احنا النهاردة بنفاهم الناس فصة الغاز عشان نعرف دين راحة فين الغاز المسال في العالم هنلاقي قطر هي اكتر دولة لان احنا قلنا قطر ما بتقدرش تمدي ما وصير لمين خلاص بعدها استراليا امريكا روسيا المسال لان روسيا كل غاز انابيب تفاهمني نجري ومصر عندنا والامارات اللوحة التانية طب مصر بتصدر لمين لازم بقى نبقى عارفين بقى رحنين عندنا بقى غاز دلوقتي وبنصدر بنصدر لمين الهند وباكستان والصين وتركيا بنجلاديش واسبانيا واليابان والكويت وفرنسا كل دا تصدير مصري عشان برضو تبقى الناس عارفة على فكرة انا الكلام دا مسلا مش جايبه من عندي او من بي لا لا احصايات رسمية خش اي واحد فينا على الانترنت هتلاقي الكلام دا موجود عشان بس محدش يقول ان احنا جايين يعني نصدق لمصر طيب النهاردة مين مين اكبر خمس دول في منطين الشرق الاوسط بتتقدر غاز عندنا قطر والجزائل والامارات ومصر وسلطنة دي حاجة تفرحة كل الاقيات طبعا جدا تفرحنا ان احنا النهاردة بقى عندنا قاصة ايه ان تدخل على سلعة العالم كله ويدور عليها زي زمان البنزين والبترول دلوقتي احنا في عصر الغاز فتخيل ان انت عندك السلاح بتاع العصر بتاع العصر ولذلك انت شوف سيد رئيس قالك ايه العربيات يتشتغل بالغاز مظبوط وليه لانك انت عندك متأسر صح انت فاهم انما انا برضو من احد الحاجات السابط اللي قبل اللي فات لما سيد رئيس عمل المؤتمر بتاع الزراعة في حاجة حصل ما حدش خد باله منها انا زمان ولا عيد صغير بلاش ايام النكسة الرئيس عبد الناصر قال لنا بدل من تشربوا اربع كوبات شايف اليوم نشربوا اتنين عارف لي عشان السكر وكان يطلع وزير التاميني يقول لك عندنا اتفاق لمدة اربعة شهر السابط اللي قبل اللي فات ما سيقيت لك خلاص مش هنستورد سكر عندنا اتفاق زياتي من السكر ومن البنجر تخيل فانا انا عايز اقول لما تبقى عندك الحاجة بتاعتك ومش مستني تاخد حاجة من حاجة فتنت متطمن النهاردة اه دي الكلام ده كله طالع برضو يعني من الانترنت مش من عندي خش الانترنت وطلع كله الكلام ده موجود مصر النهاردة بتطلع هذا الكلام الفترة اللي فاتت امريكا بتطالب مصر بزيادة صدراتها من الغاز الطبيعي المسال الى اوروبا وده الكلام ده مين جو بايدون اللي قالوا تمام طلب ان مصر تزود هنا عايز اقول ايه حد سألن بارح واحنا بنتكلم ولا نستنى ما نيجي ندور على على الاستكشافات فده النهاردة امريكا بتطالب مصر بتزيادة صدرات لوحة التانية بقى وزيرة الطاقة الاسرائيلية عملت مؤتمر صحفي وقالت ان فيه مؤتمر مذاكر تفاهم بين مصر واسرائيل والاتحاد الاوروبي لان الوقت الاتنين اللي بيطلعوا غاز في المنطقة مين اسرائيل ومصر فعشان يطلعوا منين حيتصدروا منين يا تامر من مصر تمام اسرائيل بتبعت الغاز بتاعها في الانبيب لحد عندنا ضميات يتسيل يتصدر تمام عشان برضو كان فيه برضو احد الكلام على السوشال ميديا ده مصر بتستورد غاز من اسرائيل احنا ما بستوردش غاز من اسرائيل احنا بناخد الغاز الاسرائيلي في الانبيب بتاعتنا بنسيله ونصدق بناخد ثمن النقل في الانبيب وتمن الاسالة مصبور اتزا بيزنس صح ماشي تمام برضو مصر تدخل اللوحة التانية مصر تدخل قائمة اكبر موريد الغاز المسال للاسواق وده كان احتلت المركز اربعتاشر عالميا والخامس اقليميا والتاني افريقيا حال الثلاث اول فبراير الصورة التانية اول شحنة غاز المسال تطلع هولندا من اتناشر سنة من مصر اه كل ده موجود موجود يعني نخش بقى على اهم حتة بقى سيبنا بقى الغاز وسبنا مصر فين طيب عشان يعني انا بعتبر الرئيس سيسي من اهم حاجات اللي عملها الفترة اللي فاتت ترسيم الحدود البحرية صحيح ليه يا تامر اه لو مرسمتش الحدود البحرية مش هتيجي اي شركة اجنبية تشتغل وتنقب عن الغاز عندك بزبوط تنقب امتى لو انت مرسم الحدود وروحت الام المتحدة ختمتها وبقت انترناشنال تيجي تشتغل صح طيب بنرسم الحدود بناء على ايه في قانون الامم المتحدة عملها الف تسعمية تنين وتمانين واحنا موقعين عليه مع ميد دولة كويس بيقول ايه القانون ده اللوحة التانية المياه الاقليمية لأي دولة من الشط بتاعك لحد 12 ميل بحرية ده مياه اقليمية 12 ميل بحرية بحرية لو حد دخل الدرب بالنار تمام دي ارضك سيح مية بس دي ارضك كويس واضح في مياه اقتصادية للدولة ايوه لو 350 ميل لو انت بتنقب على الغاز مم 200 ميل لو كانت ايه الصيد الصيد حلو البتاع المياه الدولية انت نقمناش دعوه لأعالي مياه الدولة دي عامة عامة خلاص يبقى انت عندك يبقى انت عندك 12 ميل بحري سيادة سيادة كاملة و350 ميل بحري ثروة اقتصادية ثروة اقتصادية اصلا انقب فيها البترول حلو خش بقى على اللوحة التانية اللوحة التانية يا سادة لا عايزين نعدل الصورة اللي انها مقلوبة كده فيم طيب حاضر اه نعم اللوحة بتقول ايه اولا خش على الانترنت مكنزي هتلاقي اللوحة اللي بنقولها تمام دي الحدود البحرية اللي هي ترسمت وانا بقول ان من احد الحاجات العظيمة اللي عملها سيد رئيس سيسي انه رسم هذه الحدود تمام ماضينا مع ابروس مع ابروس ومع اليونان ومع اسرائيل ورسمنا الحدود مصبوط خلاص مصبوط لو احنا بصينا على اه هتلاقي فوق ايجيب وبعدين سايبرس فوقها ابروس صح وبعدنا هتلاقي تحتها حق لزهر خلاص في اليمين بقى في الجرافي اللي في اليمين دي اللي هو رسم البياني اه حق لزهر حيدينا لحد سنة كام الفين خمسة واربعين تمام حق لزهر الوحده مصبوط الاحتياط اللي فيه لخمسة واربعين هاي بيديك حق لزهر كام قديه في السنة تلاتة مليار دولار نص داخل حق لزهر الوحده بقيت الحقول التانية اللي انت شايفها تحت اللي هي قدام بورسعيد اللي هي تمسح وسلاماته وشرق بورسعيد والكلام ده كله بيديونا تلاتة اربع مليار دولار في السنة حلوين في اربعة وستين استكشاف دلوقتي لو طلع منهم تلاتة زهر اربعة زهر تبقى تبقى فورجة تبقى فورجة اه الحاجة الجديدة هنا بقى وانا ما نشحك كلم ده دلوقتي طب اللوحة اللي بعدها بعد ما رسمنا الحدود يا تامر بص بتبدأ اسمها حاجة مناطق الامتياز الكونسيشن اريا بتتقسم في البحر حيثة يعني زهر هتلاقييني اللي واخد المنطقة تمام بعدها بريتش بتروليوم كل دولة شيل كل شركة من دول بتتعاقد مع شركات بتبديهم مساحة ينقبوا فيها وبعد فكرة ما بنتفعش فلوس اصدق انترنشن عالمي اه طبعا هم اللي بيتكلفوا ولو طلع بناخد بالريفنيو بالزبط وين ده تقدير عالمي فده اللي احنا شايفينه دلوقتي كل الكلام خلاص ممتاز لوحة التانية هتلاقي عندنا ظهر اهي بتاعتنا اه ابروس فيها اكبر حقل افروديت اسرائيل عندها ثلاث حقول ليفتانت وتمارة وداليت غزة فيها حقل غزة قدامها حقل نخش بقى على الحتة الحامرة اسمها منطقة النزاع بين اسرائيل وبين لبنان اللي هي اسرائيل اه هنشوفها بقى ايه اللوحة اللي بعدها البلوك رقم تسح يا جماعة اه في لبنان مين اللي بيستغل الحقل ده اسرائيل بتاخد الغاز وبتصدر ولبنان مش لقى شوف لقى المطيبة بقى التانية هتقول شوف الايه بسرعة اه تبص بقى امبارح امبارح اسرائيل ده اليوم لتنين تسعة يونيو هي قدامنا اه ستة يونيو اه ستة اسف يونيو دخلت اسرائيل دخلت مركب تنقيب في نفس المنبلوك رقم تسعة في لبنان اللوحة اللي بعدها حقسب الله لن نسمح الرئيس اللي اللبناني تنقيب اسرائيل عن الغاز في المنطقة عمل عدائي اه بصراحة ده طبيعي ولبنان السورة اللي بعد كده الرئيس اللبناني عايزين بتا الكلام ده اقول لنا ايه يا تامر بقى نقف وقف عن مفضلك بقى عشان كده الناس كانت بتقول ايه نقدمنا ده خلاص يعني بننقبل بقى بنقبل الناس كانت بجمان تقولك انتو جبتوا المسترال ليه وجبتوا الرفال ليه ده المسترال 8 مليار اللي بنت بتدافع على حقل زهر بتاعك اللي بيجيب 6 مليار صح جبتوا الرفال ليه طول ما انت عندك قوة عسكرية قوية بتدافع على استثماراتك وعلى ارضك وده ابسط مجال امبارع امبارع اللي قالوا ده سبير بيه اصدوا ان عشان ما يحصلش زال اللي حصل من اسرائيل في بلوك 9 في لبنان انت هنا ما حدش يقدر لانك انت النهاردة عندك القوة السادسة بحرية في العالم النهاردة انت بتأمنك وبتحطنك اخر صورة بقى اللي هي مصطلح شرق المتوسط اللي هو الغاز عند مين في المتوسط دلوقتي النهاردة هذا الاستلاح حطى امريكا هم تمن دول لبي عندها غاز مصر عندها غاز غز عندها غاز اسرائيل لبنان سوريا عندها غاز كويس قوي تمام وبعدين ابرص واليونان وعدنا لتركيا الحمد لله تركيا ليه بقى برضو عايشين يفهم الناس تركيا بالله احمر دي ما عندهاش غاز ليه الجزر اللي قدام تركيا يا تامر في الحرب العالمية الاولى لما كانت امبراطورة عثمانية وانهزمت اتفاقية سايو سبيكو وخدت منها كل الجزر دي وديتها المين لليونان انا كنت ملح عسكري في تركيا كنت فيها عفو مرمريز وقدامي جزيرة الف وثمانمائة متر انت فاهم ورفع العالم اللي هي اليوناني وتركيا بتقولك مش قادرة تاخد حاجة فعشان كده النهاردة تركيا بتقولك انا ما عمديش انت كده اه احنا كده الحقيقة يعني عملنا دكتورة في الغاز والغاز المسال وال ومهمة او ان الناس تكون فهمة ملف الغاز ده بشكل تفصيلي لانه زي ما حركتها فضلت هو السلاح اللي حيقدر دول تحفظ بها على ثرواتها واقتصادياتها في المستقبل والنهاردة انت عندك النهاردة لما حطوا العقوبات على بوتين عملي اللي هم حتدفعوا الغاز بالروبل والنهاردة قبل 24 قبل ما يجم على اوكرانيا الروبل النهاردة بقى الروبل اعلى من زمان صحيح فالنهاردة الغاز هو المستقبل اللي احنا نحافظ عليه ومصر يتحافظ عليه بقوات المسلحة تشرفتني ونورتني ودايما بنسعد نستفيد منك دكتور سبيح شكرا 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 نشوفك على خير قريب ان شاء الله شكرا